السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدي الكرام سعيد بلقائكم كيف لعادة فيديو جيد وفي وصفة جيدة مرحبا بكم في قناتكم مطبخ عتيقة ووصفة اليوم سوف نقطع عليكم بإذن الله عبارة عن كيك بسوسة صراحة وحد الخليط بين الكيكا والبسوسة اللي خطير معنى الكلمة وهذا الشيء سوف تشوفوه في الفيديو سوف نقطع عليكم هالطرف وتشوفو كيف اشكت خفيفة خفيفة بزاف و الكريمة ما كان طيبوها شعني صراحة في هذه البنات هذه الضياب اللي سوف يأتي هنا على غفلة الكرام جيدة فيها البنات سهلة و كثيرة يعجي تغيرها غير ما بغير تجربها نتمنى انكم تجربوها لانها في عنا كتستحق تجريبة و التي تعجبها بسبب سلي ما تكون شمسقية وكذلك تكون خفيفة في الفم و كذوب اللي نصحكم البنات تجربوها على بركة الله نبدأوا في السيارة المقادير من بعد منهم الطريقة كنتم نتمنى لكم فرجة ممتعة المقادير على بركتي لدينا كس ديال تقيق كس ديال سميدة سميدة رقيقة اللي كنخدم بها لبس بوسة او الحرشة كس ديال زكر ميكون شامر كس ديال زيت ميكون شامر ثلاثة الحبات البيض اللي عندكم البيض كبير ممكن تدير غير جوج كنحتاج انا يا غور ستعملت بالنكة ديال الحامض ممكن تدير الفاني شوية الملحة و جوج خمارات او اللاجسة الشيء الخامير الكيموية من فئة 8 غرم يعني 16 غرم في المجموع وفاني بالنسبة لطريقة انا اخذ واحد الايناء احتى الطريقة اللي بناتسه غير محتاجه الشيء الخلاط او التراب ناخذ موافقة بالتراب اليدوي في ايناء او اللاف بول كنعمل احساسات الحبات البيض اللي انا عندي بحرارة المنطبخ سنعمل معهم كس ديال سكر ميكون شامر ساشي ديال فاني و شوية ديال الملحة اللي دهاره و ريال بناتين قبيصة ديال الملحة راكت قدلين الدوق سنطرب هذه المكونات جيدا حتى نحسب هذه السكر الخاشين بدأ كذلك سنخلص مزيان مزيان تطرب اليدوي فقط كيف مالك لكم سهلة بزافة لبنات الكيك بسبوسة انا اسم بيتها كيك بسبوسة انا فعلا تجي خليط اللي في الكيك والبسبوسة كذلك بعد مني كدب لي اياه ثانية او كي يصبح الخليط شوية نضيف الزيت يعني صراحة طريقة سهلة سهلة بزافة لبنات ينفيش تعقيدات واهم حاجة انها ناجحة 100% يعني انا صراحة لبنات الوصفات اللي كنقطرح عليكم في القناة تراني كنكم مجربة هم يعني 100% ما نحط لكم البنات الوصفات اللي اكيد ما يكونوش ناجحين ابدا اني كنصوب معكم شوية لانا كنديرهم فطار كنضيفي اغورت بالنكة الحامض او لنكة الفاني يعني عندكم الحرية ديال الاختيار انتوفر عندي هذا ديال الحامض وكي يجيزوين صراحة في المطاق كنضيف كذلك الياغورت وكننخلط وكننضيف ساشية ديال الخامير الكيموية لكنت عندكم الخامير الكيموية كتكون باردة حاولوا انكم تغربلوها طرورين عندي الخامير عني صراحة بقى جديدة بنت لي بقى جديدة يعني ما تحتاج نغرب لها اضفت كاس ديال بقيق وكذلك كاس ديال السميدة رقيقة او السميدة الخاصة بالحلوية سنخلط هذه المكونات جيدة احتاج نساج مولية ومكونات بعد ما كان نساج مولي الخالط ديال الكيك بسبوسة سنأخذ مولي بسبدة ورشيته بسميدة سنستعمل هذا المول العجيب الذي لم يكن محفر بسبدة اقتصادي حتى من ناحية الكريمة لا تستعمل الكريمة سنستعمل كمية قليلة الخالط ديال الكيك بسبوسة كيف ما سبقه لكم لكي لا تستعمل لكي لا تستعمل لكم لأنه لديه حواف صغر إذا كان لديكم المول عجيب من جنب سوف ندخل الخالط فقط من الأسفل تكتب لأنه تحمر من جنب ونقوم بشكل وهذا هو الشكل بعد أن نخرج من الفرن كيف ما تيبه لكم تأخذ لون ذهبي و تأخذ خفيف خفيف بالزفة رائع جدا لا تستعمل لا تستعمل لأنه خفيف بدون ساقي يدف الفم هذا سوف نحضر الكريمة التي سوف نحضره بدون طهي لا تستعمل كريمة عملية وسهلة و تصلاح في الوقت نحضر بالنسبة لكريمة سوف نحتاج 3 ياغورت 1 ياغورت كريم كراميل و الجوش كريمة سهلة و لا تستعمل و لا تستعمل و لا تستعمل و لا تستعمل و أهم أنها لا تستعمل سهلة لا تستعمل سوف نخلط المكونات بعد أن نفح خلطهم جيدا في القناة لا تستعمل و تستعمل كريمة سوف نحضر على كريمة ملسة بعد أن نضرب لأنها تصبح ملسة و ملسة ملسة و تقريبا سوف نقوم بفضل أجل في الحفيرة و لكذا حفرة و الأن تكلم بمكونات كبيرة و تستعمل كمية يتفق الكريمة استعرض كمية 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 اختياري الزينب الذي توفر عندكم اي حاجة عندكم موجودة ممكن تعملوا الشوكولتان اللي كتكون سوداء شوكولت يكون منذوب ونضروا خطوط بحلش كثميل فيه او ممكن زينب كاوكاو كونكاسي لوزي فيلي اللي بغيته انا كان عندي شوية البيستاش ونبس بوسة انا كان عرفوا بان هاكا توسم على ماداق ديال البيستاش هرمشوا شوية وزينت به الجوانب يعني تزين بسيط وكيف مات لكم زينو باللينش وما خليها كيف ما هي لما عندكم شي شي حاجة رام زينة نفسها بنفسها يعني ما تحتاج صراحة لابنت تمنى تعجبكم وانكم نجربوها لانها فيعلان كاتش رائعة جدا بسبب لي انا كتجيني صراحة سهلة وكتجيبني اهم حاجة انها كتشي كتدوف الفم يعني كلها كلها شيشة يعني ما تقطعوها ان شاء الله ما غدي تشوفوها بعد ما نقطعها وصلنا مشاهدي الكرام من نهاية هذا الفيديو وكنتمنى فيها لان نلبس فاديري وما تكون نالت يعجبكم واستحسانكم وانكم نزربوها هذا هو الاهم لانها فعلا كتستحق الجريبة كتجي سهلة لابنت المقادر ديالها كيف ما اه اصبق لنا وشفنا في الفيديو بسيطة والكريمة كتجي لديدة بزف الابنت تبعوش الكريمة ديالكم يعني تجي شوية شادة يعني توضعوها في التلاجة واحد ساعتين انا مباشرة نقطاتها معكم را كتجي رائعة جدا وكتجي شيشة وانتمنى فعلا انكم نشربوها وتبطعو ليها واللي عندها اي سؤال تخليلي في تريق ان شاء الله غادي نجوابها كنتمنى لكم تمام الصحة والعافية انطلقوا باذننا في الفيديو القادم اشتركوا في القناة يا ليلة وصوات على نبي وبيذكري الجلالة يا ليلة وصوات على نبي ندهد ونفسى يا ليلة وصوات على نبي فيعلى درس يبي يا ليلة وصوات على نبي خلولي فشوان يا ليلة وصوات على نبي ومولى يعليم غساء يا ليلة وصوات على نبي